السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين في الأخبار الأسبوعية من قناة والفجري وإلى العنوين غرفة الاتهامات تتلك صراحة بامبا فعل والمتاع العام يرفض القرار في مهرجانات سياسية في بامبا توعدت السيدة أيديم بوج بمغادرة الحزب الديمقراطي إزائيل لم يتغير الوضع الحالي سوكين منطقة الماككة كل البنتان يتاليبون بإستقالة عمدات المنطقة خوريشي تيام ويقولون بأنه غير مؤهله نورحب دي حضرتكم من جديد إزائيل مشاهدين غرفة الاتهامات تتلك صراحة بامبا فعل والموداعي الامير فضو القرار نشاهد هايزة تقرير سمان عود مراتب أخرا أصدرت غرفة الاتهامات يوم سلاساء الماضي قرارا يقضي بإطلاق صراح السيد بامبا فعل مؤقتا غير أن المدعي العام قد رفض هذا القرار بامبا فعل في السجن وقد وصف محامي بامبا فعل السيد سيري كيلدورلي هذه العملية بأنها تخالف القانون وأن خلفها السياسة كما ذكر أنصار بامبا فعل أن السلطات الرسمية تريد أن تحرم السيد بامبا فعل من حق المشاركة في الانتخابات التشريعية القادمة ولكنه رغم أنفهم سوف يشارك فيها في مهرجان سياسي في بامبي توعدت السيدة ايدنبوتش بالمغادرة للحزب الديمقراطي إذا لم يتغير الوضع الحالي نشاهد هذا التقريص بعد مرة أخرى في مهرجان سياسي نظمه السيدة ايدنبوتش في بامبي توعدت هذه الأخيرة بمغادرة الحزب الديمقراطي وتنظيم حلف سياسي مستقل للخوض في الانتخابات التشريعية القادمة مستنكرة بذلك الحالة التي يمر بها الحزب الديمقراطي من خلافات داخلية أدت إلى طرد كل من فاربا سينغور وبابا سانباموب من الحزب بقرار من أمينه العام السيد عبدالله ود وفي كلمته بهذه المناسبة قال بابا سانباموب إن هناك تآمرا داخليا يقصد به إقصاء بعض الأعضاء كما قال السيد فاربا سينغور بأن هذا الشقاق الداخلي عمل مقصود يرمي القائمون به إلى الدفاع عن مصالحهم الخاصة ومن ايدنبوت إلى ماكا كوليبانتا سكان منطقة ماكا كوليبانتا يطالبون باستقالة عمدة المنطقة كريش تشام ويقولون بأنه غير مؤهل هذا التخرير في كل التفاصيل في اعتصام هادر نظمه سكان مكا كوليبانتا طالب المتظاهرون باستقالة عمدة المنطقة السيد قريش تشام واصفين إياه بعدم الكفاءة وأنه قد قدم مدة طويلة في المنطقة دون أي إنجاز يذكر بجانب أنه قد أصبح عجوزا في السمانينات وقد اعتزم المتظاهرون على الإصرار على طلبهم حتى يتحقق أو يموت دونه ميلاد كياني اجتماعي في مدينة كولخ لمساعدة الطلاب المدارس القرآنية ويسمى بالتعاون الإسلامي نشاهد هذا التقرير ثم نهر مرة أخرى نشأ في مدينة كولخ كيان اجتماعي جديد تحت تسمية التعاون الإسلامي وهي حركة تهتم بشؤون طلاب المدارس القرآنية وتعنى كذلك بالنظافة العمومية للمنطقة والجوانب الصحية للمواطنين وقد صرح صاحبة هذه المبادرة السيدة موسو كورمبي أن نشاطاتهم هذه إذا وصفت بالسياسية فإنهم قد آثروا أن يكونوا سياسيين وقد اعتزموا على توسعة هذا النشاط خارج مدينة كولخ حتى يعم جميع أقاليم البلاد قناة والفجري تكون بتحقيق صحفي حول مركز التقنية للسيارات نشاهد هذا التقرير ثم نعود قامت قناة والفجري بتحقيق حول تكادسي أصحاب العربات في مركز تفحيص السيارات في آن حيث يعانون من عدة مشكلات لكثرة الطلب مع أن المركز وحيد على مستوى الوطن وقد ذكر بعض أصحاب العربات أنه ليس من المعقول عدم إيجاد مركز آخر أو على الأقل نقل مركز ذاكار إلى منطقة الجاخاية حتى يخرج المركز من الضيق الذي يعاني منه مما يسبب لأصحاب العربات مشكلات لا تحصى نظم سكان قرية كرموسو فرانشير المتاخمة لجمهورية غامبيا مظاهرة متوشحين أقمسة حمراء استنكارا للظروف الصعبة التي يعانون منها بما في ذلك أن السلطات السنغالية قد نسيتهم تماما حتى آثروا أن يدموا قريتهم إلى جمهورية غامبيا ومن بين المشكلات التي يعانون منها سوء حال سيارة الإسعاف التي كثيرا ما تتعتل حال نقل المرضى بجانب عدم الأمن كما وجهوا أسبوع الاتهام إلى عمدة بوروخان واصفين إياه بالدعاء إنجازات لم يخم بها قط في المنطقة بجانب مخالفات مالية تقدر بـ 11 مليون وفي رده أنكر عمدة بوروخان هذه الاتهامات التي يرى أنها صدرت من خصومه وآخر خبر معنا اليوم سكان مورولا يطالبون رئيس المجلس الأعلى للتجمع المحلي بحل المشكلات في جولته التفقدية لمقاطعة التواون وما حولها وجه سكان مورولا مطالبهم المتعددة إلى رئيس مجلس الأعلى للتجمعات المحلية السيد عثمان تانور جاه بما في ذلك عدم الحصول على الكهرباء والطرق غير المعبدة بجانب ضرورة حفر بئر أرتوازية في المنطقة وفي رده قال عثمان تانور جاه إن هذه المطالب قد تجد حلولا عاجلة بناء على الخطة الاستراتيجية التي وضعوها للمنطقة وغيرها وبخصوص مشكلة خريفة صالة صرح عثمان تانور جاه بأنهم قد أصدروا بيانا يغنيهم عن التصريح حول هذه القضية لأن ذلك البيان قد حدد موقف الهذب الاستراكي من هذه القضية ومن الأخبار المحلية ننتقل إلى الأخبار العالمية اشترك متظاهرون فلسطينيون الخميس مع الجنود الإسرائيليين في عدة مناطق بالتزامن مع إحياء ذكرى الواحدة والأربعين ليوم الأرض وأصيب عشرات الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق في نابلس خلال قمع القوات الإسرائيلية لفعالية يوم الأرض في قرية مادم جنوب المحافظة إلى ذلك عطت الحكومة الإسرائيلية مساء الخميس الضوء الأخضر لبناء أول مستوطنة رسمية منذ عشرين عاما حيث أكد رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو أنه سيفي بتعهده لبناء مستوطنة جديدة لسكان بؤرة عامون الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة التي أخلية الشهر الماضي وبهذا القرار تضرب إسرائيل بعرض الحائط بجميع الانتقادات الدولية لسياساتها الاستيطانية في الأردن وقرب البحر الميت انطلقت القمة العربية العادية الثامنة والعشرين بحضور معظم القادة العرب وتأتي هذه القمة وسط تحديات وأزمات كبرى تعرفها المنطقة على رأسها القضية الفلسطينية خاصة أن القمة تنعقد قرب الحدود مع إسرائيل كما يطرح الملف السوري نفسه إضافة إلى العراق واليمن وليبيا تواجه شخصية سياسية جديدة في البرازيل حكم العدالة فقد حكم على إدواردو كونيا الرئيس السابق لمجلس النواب بخمس عشرة سنة سجن بتهم الرشوى والتهرب الضريبي وغسل الأموال القرار يأتي في إطار فضيحة الريشة المتعلقة بشركة النفط العملاقة بيترو براس حيث يتهم كونيا بتلقي مقيمته مليون ونصف المليون دولار لقاء عملي كوسيطا لصالح شركة في صفقة نفطية وإنكاره امتلاك حساب مصرفيا في سويسرا هذا السياسي من المخلاح الإنجلي اليمني في مجلس النواب كان مهندس عملية إقالة الرئيسة السابقة للمروسف في قضية تلاعب بالحسابات العامة وينتمي إلى حزب ميشيل تامير الذي خلف روسف في منصف الرئاسة فريق الدفاع أعلن أنه سيستأنف قرار المحكمة وسيبقى كونيا محتجزا بانتظار نتيجة الاستناف يشار إلى أن نحو مئتي شخص في البرازيل التهم في إطار ما أصبح يعرف بقضية غسل السيارات هو تحقيق واسع نطاق يتعلق برشا والسياسية المرتبطة بعقود لشركة بيترو براس النفطية العامة شاب جنبي يبلغ من العمر 16 عاما أنقذ بمحظ الصدفة في البحر المتوسط بعد حادث غرق زورق كان يقل مهاجرين انطلق من سبراتا في شمال الغربي لليبيا قبل أن يجنح بعد ساعات قليلة الشاب ذكر أن نحو 146 مهاجر من جيريا وغنبيا ومالي فقدوا إثر حادث الغرق انعقاد المؤتمر العام لحزب الشعب الأوروبي في مالطا ورئيس المفوضية الأوروبية جون كلود يونكر استغل المناسبة لتوجيه تحذير إلى داعمي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي النهاية ليست في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كما يتمنى البعض حتى من خارج أوروبا حيث يوجد رئيس انتخب حديثا رحب بخروج البريطانيين من الاتحاد الأوروبي وطلب من دول أخرى أن تقوم بما هو مماثل إذا استمرت هذه السياسة سنطالب باستقلال أوهايو وخروج تكساس من الولايات المتحدة الأمريكية حزب الشعب الأوروبي هو أكبر مجموعة برلمانية أوروبية وثلاثة من أعضائه يترأسون المؤسسات الأوروبية الرئيسية الثلاثة ومن هنا وصلنا الآخر للأخبار نذكركم بأبرز العنوان